صندوق أسود يحتوي على الكثير من الأسرار نفتحه في هذه الحلقة لنكشف عن معطيات لم تخرج إلى التداول لويسام الحسن دور في اغتيال رفيق الحريري ظن تليفزيون جديد أنه فجر قنبلة من العيار الثقيل بجعل المحقق السابق المطروض من لجنة التحقيق بعد ضبطه بسلوكيات مشبوهة بو أوستروم يردد اسم اللواء الشهيد ويسام الحسن كأحد المشتبهين باغتيال الرئيس رفيق الحريري فجاء الرد صاعقا من مسؤول أوستروم في تلك الفترة رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق داتلف ميلز الذي قال لموقع يقال دوت نت هذه وجهة نظر وأفكار خاصة بنائب رئيس فرع التحقيق السابق في لجنة التحقيق الدولية المستقلة وخلال ولاية وسام الحسن لم يكن في أي مرة مشتبها به في هذه القضية رواية الجديد ومعها أوستروم ومن ورائها حزب الله والتي وصفها كثيرون بالمقززة كان أسقطها وسام الحسن حين كان حيا بالضربة القاضية ومما لا شك فيه كما كتب فارس خشان على موقع يقال أن استغلال إزاحة وسام الحسن من الساحة في ظل شكوك تحوم حول حزب الله المشكوك بأمره والمتهم بدلوعه باغتيال الحريري يخلو من السعي إلى الحقيقة والموضوعية فحزب الله هو الذي أمن التواصل بين الجديد والمحقق بو أوستروم الذي ألمح إلى خيانة الحسن تلميحا في مقناة الجديد جزمت بتورطه بو أوستروم لم يكن يوما عرضة لتشهير الحزب رغم الفضائح التي طالته كيف لا وهو على تواصل مع حزب الله عبر أحد عملاء جهاز العمليات الخارجية الذي يترأسه طلال حمي مع العلم أن الحزب لم يكن يوفر أي مناسبة للتشكيك بصدقية المحكمة وسام الحسن يرقد تحت التراب لكن حزب الله لا يكتفي بمهاجمة الأحياء بل يتعداه إلى استغلال الأموات ماذا يريد الحزب في هذا التوقيت بالذات وهل يحاول إعادة بناء منصة يقف عليها عشية استعداد المحكمة الدولية لفتح ملف الأدلة لماذا يحاول المطالبة بإعادة فتح التحقيق من أوله وهل هو للتغطية على دوره في تنفيذ الجريمة